اهلا بكم عزيزيزيون مشاهدين وحلقة جديدة ومساء جديد مساء الوردة عليكم مساء الفل عليكم مساء كل حاجة حلوة في الدنيا زي ما عودناكم في نور والحياة طبعا هنجاب لكم موضعات مختلفة وبثام ناس كتير قوي لكن النهاردة جاي لكم بحاجة جميلة جدا جاي لكم بالتموح والتحدي التموح والتحدي طب تعالوا بينا كده نقطف زهرة من بستان النجاح ونقول عن الطموح لان في ناس كتير قوي بتبقى متضايقة وما بتحبش انها تنجح يعني ما عندهاش طموحات في الحياة بالعكس ده يعني الطموح والنجاح ده اهم حاجة في حياة الانسان في ناس تكسل عن النجاح تقولك لا انا كبرت انا مش عايزة حاجة الواء يأكل واشرب ونام وخلاص يعني ما حركم عارفين لكن لا بنقول الشخص ده سلب جدا وما ينفعش لازم عشان تعيش في الدنيا تكون عندك هدف تكون عندك طموح تكون عندك هدف للحياة تمشي عليه لان في مقولة ليا بتقول ولتها تتير قبل كده في حلقات سابقة السعي وراء الهدف ومحاولة الوصول لتحقيقه ذلك هو اول طريق النجاح طريق الفلاح طريق الامل طريق النور هنتكلم عن الطموح والنجاح والحاجات الجميلة ده كلها مع ديوفنا لبنوارين النهاردة الاستاذ حسام الدين عويس خبير المركز العربي والاقدمية الكنادية انا بيكا استاذ حسام قبل ما بيبقى مع حضرتك معانا شاعرنا الجميل استاذ واقل الغامري شاعر وأديب انا بيك بحركة استاذ واقل مرحبا حسام الدين عويس قبل ما نبدأ مع استاذ حسام عايزين حركة تقولينا شاعري بقى عن مصر الجميلة كده تفضل هو فيكا سيدة محضرها من دوان في حب مصر اتفضل وعب سيغة نداء قبل ما بيكا استاذ حسام اقولي فقر وجوع وأهانة كالحصار ان لم تكونوا تسمعوا فاقرأوا تاريخ مصر وكيف كان لأجدادنا هذم التطار الى ما تنظروا يا كتز الى ما تنظروا يا كتز ويا أحمس ويا صلاح الدين اهذا عار لابد لكم ان تعلموا انه كدمر علينا اعواما بعدكم تربى فيه الجبنة واخمدت كل براكين الضمار ما دمرت غير النفوسنا فبكلمة فبكلمة نلهثك الكلاب ونحيط قائلها وبعصى نفرك القطيع يا سقوه جزار الان ليس لنا من الامر بدن وليس امامنا اختيار اما نكون ونبني مصر من جديد او نشتري اكفاننا ونبني فيها قبورنا هذا يكون اكرم لنا من انه اشتت المرار جميل يا سيد وائل جميل جاد تسلم بالنسبة للسيد حسام ايه هو الطموح بقى حبينا بقى حاجة جميلة الشعر كده قبل ما نبدأ ايه هو الطموح انا في البداية بشور حضرك على الموضوع اختيار الموضوع بشور مصر زوائل طبعا ربنا يكرمه الشعر الجميل الطموح في اللغة يعني الارتفاع الطموح ده هو للانسان او هي قيمة الانسان لازم يحطها في جدولة حياته لانه مهم جدا والدليل على الكلام ده طبعا يعني كان فيه دكتور اسمه اوكاو او افتكلك اسمه هو اوكاو الرجل ده ياباني هو علم روحاني في اليابان كان عامل كتاب الطموح لا يقهر وعمل كتاب جميل جدا والترجم با اكتر من اللغة والكتاب ده مبيعاته كانت يعني ميت مليون نسخة اتباعت شوف ميت مليون نسخة يعني كبير او كتير ده دليل ايه ان الانسان عايز طموح الفطرة طاعت الانسان او جوه الانسان عايز دوت عشان يوصل للهدف محتاج لطموح عشان كده الموضوع بقول لحدك اختياركم جميل يعني نرجع سيد وائل موهبتك عرفتها ازاي او بدأت سن صغير سن كبير عرفتها ازاي لا هو موضوع بدأ معي اكتشاف يعني فيه حالة معينة كنت فيها لقيت نفسي بكتبها الوحد بعدها لقيت نفسي بكتب حياة جميلة وبتأثر بقى اي موقف اوفالي يعني من سن صغير ولا من سن كبير لا هو من حوالي من عشرين سنة كده من سن صغير اه من سن صغير بقى اي موقف يمر علي اي حالة تأثر فيها لان بكتب فات القائل طب عملت ايه عشان توصل لموهبتك هو انا في الحقيقة فيه ناس كتير اولا شجعتني وولقيت يعني هما اللي لمسوا فيها الموهبة وهما اللي شجعوين ان انا اوصلوا ان انا اكمل في المشوار ده اه طب نرجع لأستاذ حسام ازاي بقى نقول الشخص يكون ايجابي وتفكيره ايجابي تفضل اول حاجة طبعا الشخص الايجابي هو الشخص الطموح اللي عنده طموح اللي عنده روح التفاؤل اللي هو بيتكلم بالامل وبيحب الناس وبيحب نفسه اهم حاجة ان هو لازم يحب نفسه طبعا بيحب ربنا ويحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب نفسه فيه ناس كتير جدا فقط يتعامل حب النفس واحترام النفس وتأديل النفس فعشان يبقى ايجابي لازم ياخد باله من نفسه كويس يقدر نفسه ويصالح نفسه ويحاول ان هو يعزم نفسه كان الدكتور ابريم الفئي كان بيقول انا مرة خات الدكتورة في حاجة فما خات عمل الدكتورة فيها راح اشترى ورد وبعته لنفسه عن طريق الراجل قاله وبعته لفلان فبيقولك انا مما عملت كده حاسيت بقيمة نفسي وتأدير نفسي فهي دا لما يقدر نفسه بيبقى انسان ايجابي وبيصالح نفسه طبعا طب تحب تقول ايه يا سيدوائي للناس اللي بتكسن عن النجاح تقولك لا انا مش هنجحنا انا يقصيني كبرا عن النجاح او ان انا خلاص كبرا انا عن نفسي انا بحب اقول الناس في ناس عندها مثلا عندها سبعين سنة ومشاء الله وستين سنة بتحضر الدكتوراه وده موجود في حياتنا تحب كلمة تقولها ايه للناس اللي بتكسل انها تنجح والله اعرف حاجة اقول لحديثة رسول الله وسلم رسول الله وسلم اعمل يومك اعمل لدنياك كأنك لتعيش ابدا وامل لاخرتك كأنك تموت ابدا انا طول منا فيها نفس ولسه فيها حياة لو ديها هعيشها هعيشها وحاول اكون حاجة وحاول ان شاء الله لو فيه قدام هالف لازم اوصلوا حاطرة ما وصلتوش كفايا شرف ان انا اسعى ان انا وصلوا اه تمام اه سيد حسيم تحب تقولي طبعا الناس اللي بتكسل عن نجاح والتموح والحاجات الكتير دي تحب تقولهم ايه هو كسل يعني الترك هو ساب كل الامور ده معنى كسل طب هو الاول عايزين نعرف هو ليه بيكسل حال ده مرض عضوي ولا هو يعني الكسل ده حاجة منه هو داخلية اه ان كان ده مرض عضوي لازم يتعالج طب وبعد كده يخش في منظومة ايه التحدي والاسرار والنجاح طب ان كان ده حاجة عادية لازم هو بقى مع نفسه هنا يعالج برضه نفسه لان الكسل ده طبعا برضه مرض عادي هيعالج نفسه ازاي بقى يبدأ ان هو يحط هدف ليه ويسعر الهدف دوت بس يكون الهدف ده هدف واقعي يعني كنا قرينا في كتاب قبل كده اني بقولك فيه ناس بصلاحة صنسير راحوا عمارة او برج صلاحة صنسير فدخلوا العمارة تلعوا 12 دور عندهم طموح عندهم اصرار عندهم تحدي عزيمة هو تلعوا 12 دور عدل اجليهم وتلعوا فوق وبعد ما تلعوا فوق فواحد بقولي تاني الحمد لله احنا وصلنا بس فيه مشكلة واحدة صغيرة قال له مش جول عمارة اللي احنا رحنا يعني هينزل تاني ويطلع طبعني بقى كده هدف دوره على الارض فبالتالي انا عايز الانسان يبقى عنده رؤية واضحة هدف عدم التسويف يحاول انه هو يربط الهدف بتاعه بكيمة عشان ما يكسلش ويربط طبعا ده بالطبيعة ويعيش مع الطبيعة ويبقى تغزية سليمة وطبعا النبي كان بيقول الله من يعوضه بيه من العجز والكسل فالنبي كان بس عز من الكسل فلازم الواحد يسحى بدري بقى كده ويجادد دور الدموية ويجري ويصلي والاسكار ويعيش مع ربنا شوية عشان ربنا يدوله طاقة ايجابية يقدر انه هو ما يكسلش واهم حاجة ما يصحبش الناس اللي هي ايه بتكسل الصاحب ساحب الصاحب واحد يكون عنده طموح زيه أستاذ وائل كده حيث انه ما يكون عنده طموح هيبدأ ايه هيتعدي منه اه حايا انا مش هسيه بعد الحلقة اه طبعا هيتعيدوا مني استاذ وائل فيه اماكن معينة بتتبنى موهبت حضرتك ولا ولا حرك يعني اه تمام اه تمام طبعا يعني عندنا في جايزي نادي الادب بأسر الثقافة حرك شرقاوية ايه شرقا من جايزي ربنا يكليك هذا وفيه بسم الله ما شاء الله على السيد الكبار استاذ نبري المسالح وستاذ محمود رمضان وستاذ محمود الإيمان تمام وطبعا عليك عفل الشرقاوة بسم الله ما شاء الله الخال اه طبعا اه اه اكيد طبعا الخال اللي عمل لها بنهو دي طب معايش نسمى حاجة كده محضرينينا حاجة تانية للشعر من الموضوع الجميلة دي بالنسبة للموضوع الطموح دوز هكنت كلمت في برضو بقول حاجة بسيطة كده يعني عشان نستاذ حسام اصاري ان احنا هتكلم النهاردة نتكلم عن الطموح لازم طبعا نعضر بقول له خليك طموح خلي الطموحك مرتفع خلي طموحك مرتفع مالوح سطوح اجعل قصادة عليك امل انسى الملل انسى الملل ويا الجروح دور في نفسك عن هدف تسعى وراه افتكر لو حتى حلم حلمت بيا انت بنفسك حققه حيط الكسل قوم وقعه انسج من الامل قماش واكسي حلمك من عراه ولع في قلبك روح حماس خليه حريق اوعى الكسل يوم يحبطك خليك جريق العمل من العبادة والعبادة ليها تخلقنا اوعى اليأس يبقى عادة مش هنقول تاني تخلقنا السعادة في الرضا وما فيش رضا من غير نجاح لكل واحد دنيته وبيدرها والايمان سلاح ما تخليش قلبك ضرير وعلى اللي فات تقل تنوح خلي طموحك مرتفع ملو سطوع جميل 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 إن شاء الله إن شاء الله ساس حسيم بالنسبة للشباب الطموح الجميل ده اللي بيصحى الصبح اول ما بيصحى الصبح بدري كده انا عايزة أكون حاجة انا هروح شغلي بقى انا هدور على شغلي انا هحضر دكتوراتي انا هحضر مصدر بتاعي انا عايزة أكون حاجة النهاردة فتحب توصل رسالة جميلة للشباب اللي هم يعني عندهم طموح جميل كده تقولهم ايه مشكورهم طبعا في البداية إن هو استغلي حاجة جميلة جدا هي الطموح زي ما احنا ما قلنا ده ركن من أركان ايه الحياة اللي لازم الإنسان يستخدمها عشان يوصل لهدفه فطبعا أنا عايزه يفضل على هذا الحلم ويكون عنده رغبة مشتعلة زي ما قال الأنتون روبينز بقى في الجزئية دي يعني فيه إنسان بيسعى ويقع عنده طموح والطموح ده ممكن ينزل لا أنا عايزه أحفز على ده وابدأ وعزز دوت عن طريقه يبقى التفكير الإيجابي التفاؤل الأمل الرغبة زي ما قلت لحضرتك يجيب نوت للإنجازات نوتة كرة صغيرة آه هزين نوضح للحتة دي يجيب نوتة ويكتب فيها إنجازات حتى لو عمل بسيط هكتب مثلا النهاردة عملت كذا حتى لو بسيط وبعد شوية عملتك أو بكرة عملتك كذا بحيث لما أجا بص تفضل الرغبة عندي مشتعلة يقولك اجعل المحرك ساخن دي الحاجات دي بتخلي الإنسان من جواهي على طول متحفز ويفتكر أو يعمل لنفسه في دماغه يعني حراك بتحبز مثلا إن أنا عايزة نجح نهاردة أو جايب نوتة صغيرة كده أكتب فيها شروطي اللي أنا همش عليها دي حاجة آه ماشي تمام وأكتب الحاجة اللي أنا عملتها تمام طبعا أنت في اليوم بتجيب نوتة بتكتب النهاردة هعمل كذا عشان تنظيم الوقت لكن أنا بتكلم في جزئية برضو تانية إن أنا أكتب الحاجات لو أنا نجحت في حاجة أكتبها بحيث بعد كده أجيب النوتة وأبص دي عشان ما جيش أقع ما جيش أحبط والحاجة التانية طبعا الناس اللي بتحافز على النجاح أو الناس اللي هي على طول عندها طموح ياخد باله من عوامل ما أنا فعلا لسا كنت عايزة أسأل حضرتك فيه ناس بتنجح وبتبقى ما شاء الله متفوقة سواء في دراسة أو في شغلة أو في مجال بيحصلها حاجة معينة تكسرها داخليا يعني تكسر شخصتها داخليا أنا يعني تحبط زي ما بيقوله كده نقول للناس اللي عايزة تحبط اللي بتحبط دي في نص الطريق أو في ما كامتش طريق للآخر بتحبط نقول لها إيه الناس دي أنا في البداية عايزة أقوله يعز السيقة بنفسه دي أول حاجة هو وصل لمرحلك وايسة جدا زي ما قلتلك يكتب المراحل دي تلني أنا كتبه أقوله دلوقتي لحد ما وصل في نوتة صغيرة ليه بقى كل شوية هبص على النوتة بتاعتي عملت كذا هنعمل فايل في دماغنا إن أنا كل مثلا أستاذ والقال لي برافو عليك مثلا من شوية أو كذا أعمل فايل ده خليه أستاذ والقال لي كذا بحيث أستدع الفايل ده دكتور فلاني عملت شهادة مثلا دكتوراه عملت شهادة كذا الفايل ده تمليه في دماغ لما أعد مع نفسي زي ما قلنا زي ما قلنا جلسات الاسترخاء لو تكري إن أنا بقى مع نفسي أبدأ أسترجع ده ده بيخلي العزيزة موجودة صح وزي ما قلنا برضو الصاحب إن أنت تبعد عن الحاجات المحبطة إن الشخص للنجح ده هو عارف طرق النجاح ومعير النجاح مش عليها لكن كنه إنه هو يقع بعد كده ودي بنلاقيها في لعدة الكورة الكير في عالي جدا وفجأة نزل حقيقي فدي مشكلة إن أنت تنجح سهل لكن أحافظ عن النجاح دي مشكلة فلازم إن أنا إيه بقى أبعد عن القلق التوتر الحزن أحاول ما أنا أبعد عن ده الروتين وأحاول أنا كل يوم أفكر في حاجة أعلى وأشوف قدوة ليه في المجال ده أحسن مني عشان أده أبص ليه ومهما عمل إنجازات احذر الغرور احذر إن أنت يعني ممكن تقع لازم أخايف ومحطش في دماغي إن أنا أحسن واحد لو حطيت في دماغي إن أنا أحسن واحد في المجال ده تتوقع إنك أتقع لكن لازم أقول لا أنا لسه محتاج تاني مهما كبر ومهما نجح يقول أنا عايز أنجح تاني وعايز هدفي أحقق تاني أحط الهدف وأمشي عليه وأنا لسه لسه لحد ما يموت إذا قامت الساعة ما إحنا لسه كنا نقول أنا والأستاذ ويل دلوقتي اللي كنا لسه بنقول ممكن واحد يكون عنده ستين سنة وخمسين سنة ولسه بيفكر يحضر دكتوراه وبيحفظ قرآن آه ما شاء الله بنشوف نمازج نجاحة جدا آه بتكون في المجال دوت يعني فنرجع للأستاذ ويل عشان الشعر والحاجات الجميلة دي قبل ما تقول شعر الجميل ده آه معليش في ناس آه بتحب شباب صغير أنا عندي موهبة شعر لقيت نفسي عندي من صغر سني موهبة شعر آه بس أنا مكسل اللي هو مش عايز أروح آه أدور في أي مكان على الموهبة دي أو مش عايز مكسل بالمعنى اللي صح مكسل أو آه أو ما فيش طريقة والكارسة والكارسة اللي يكون لسه سنه صغير يعني أنا قدامي طريقة طويل لا سنه صغير في سنه دي آه لسه هو في رعاية آه آه لا يوبا اللي الكلام حضرتك تتوقع إيه رسالة للشخص ده الرسال مش للشخص بقى اللي هو الشخص السلبي لا للشخص السلبي عمت يا لحليفت كلام دي وفي حد سنه صغير تمام دايبو تحت رعاية حد تمام يوبا الكلام الرسالة مش ليه هو الرسالة اللي هو تحت رعايته آه اللي ناخد بالي منه أشوفه إيه اللي نقصه إيه اللي ممكن يساعده بيه أشوف موهبته إيه أساعده فيها سواء لعيب كورة سواء في الشعر سواء في عدب سواء في عمل سواء في حاجة أشوف دماغه رعا فين ونميها آه طب بالنسبة لمثلا عندك تكون سنك صغير وعندك موهبة الشعر تمام عند موهبة الشعر أوجهه فين الشخص ده بسا في القرية أو في المجلس سايد الصووي سايد الصووي سايد الصووي آه زي عن دين زي ما قلت الحضرية كده في قصر الثقافة للأدب طب أستاذ وقل فيه شعر بقى قلت محضره كده كنت بتقول لي مفارح عن الأم تقريبا أو الأم طبعا بح هنقوله بح محضرش 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 آه ست الحبايب تفضل المايك وسمعنا حضرش تمسك المايك المايك أو لازم طبعا قصر ده قلتها برضا قبل كده في أصل الثقافة وبعايزها أقول إن هي مرتبطة بوم كتير طب أقول لي وبالنسبة اللي احنا فضلين مجهلة تحية طبعا ست الكل على الشاشة طبعا ربنا يخليك لنا ست الكل يا رب يبتمشي فاكي على خير ويخليك لنا وإحنا ماهما نعمل مش هنكفي فضل اللي احنا في جو الريف وكده ومن زمن فبقول ليه شفتك قصادي عديتي وكان الوقت عيالة وعيني مشى مع أخطاكي فهديتي بصررة أكل متشالة وأنا كاعي قصادي الغيط وفجأة نسيت إن السقية شغالة ده أنا حتى نسيت اسمي واخوي علي بينادي كإني نده ماهش لي فجان وزقيني زقق وقال لي خد بالك من المية ومن شوقي غلت دم فاروقي لقيتني بقول له مية إيه طلعتني إليه من الحالة قتاري كنت بتخيل وأنا مميل صورتك دايما ملازماني وأنا عيل وحشتيني قوي يما وحشن الحضن والضمة وقعدتنا حواليك وسط الدار وتحلى الأكلة في اللمة نصيحك لسه فوداني ملازماني وبيها عمري ما كنت وحداني ببعد حبة واتغرب بحس الغربة واجعاني فهو التاني ألاقيك فردالي يما درعانك بتغنيني عن الخالة وعن العم تعطبيني وتديني نص ريال فيتغير معايا الحال أجيب لب وزداني وكراملة وحط القلب في سيالة زعائك فيي أم زاكر أنا فاكر دعاكي لي بإن أكون من أحسن ناس ما نيش ناكر وفاكر لما جراننا قالولك أني نجح لقيتك على الأرض وطيته وما كانش ساعته وقت أدان فخفت عليك قومتك لقيتك بتحمد الرحمان كإني نجاح كان ليك رفعتيني على كتافك رأسطي بيا في الشارع وأنا فرحان دموهك نزلت على خدودك من الفرحة مسحت دموهك بصوابك مع الطرحة بقيت حيران فرحانة ولا زعلانة ده أنا ناجح ده أنا ناجح والناس بتيجي وتهني حد أنا واحدة بتغني كإني فارس ومستني أخذ كاس وكان كاسي حضنه بوسى على خدي أصاد الناس عشان حساس بقولك يما أنا شاكر ربيتي يما رجالة نعمل حلقة كاملة على الشعر والأم بقى وإن شاء الله ماشاء الله بجد أنا تأثرت بجد والله ماشاء الله أستاذ حسام نرجعلك ونقول التوحب بتقول إيه بقى تقول إيه وقجاله رسالة بقى وإحنا عاديين كده أجيه رسالة مستني لا أستاذ حسام وقجالك رسالة بقى الكلام الجميل ده أستاذ وقال ما شاء الله ليه يعني من الكريات النجحة يعني جميل جدا والله عظيم ما شاء الله عليه أولا منظم ومرتب وحفظ الشعر وبيقوله من قلبه حقيقي وشغال فيه هنا بقى الرغبة المشتعة حقيقي سادة الأم سادة الأم موهبة دي فعلا موهبة حقيقي موهبة طبعا ما شاء الله عليك من عندي ربنا سبحان الله وهم نميها وشغال عليها كويس جدا أنا مش شعر بس أنا حسيت بالشعر وبيقوله حاستن والدتي معي وهو حقيقي ولو أنا فتكرت ماما برد حقيقي وانا ورده فماشاء الله عليك يعني بسم الله تحب تقول لشخص عشان يكون إيجابي يتوجه لرسالة الشخص عشان يكون إيجابي يكون ناجح في حياته كلها بقى حاضر أنا عايزة أقول أول حاجة نبعد عن الكسل والتسويف لأن في أبحاث علامية هونجو كونج عملت أبحاث في الموضوع دوت ولقيت أن الناس اللي بتكسل أكتر عرضة للوفاة دي أول حاجة طبعا كنت تكلم عن موضوع الكسل من دي تلين فدي كارثة فلازم يبدأ أنه يعيد اكتشاف نفسه مرة تانية ويزود ثقة في نفسه دي حاجة الحاجة التانية الكلام السلبي اللي أنا بكلم نفسي إحنا قلنا الحريس مع النفس يعني في أكتر من مجلد وأكتر من أبحاث الحريس مع النفس كتير جدا إن أنت تكلم نفسك ونقعد مثلا مش هتكلم قدام الناس لا بخاطب نفسي زي ما قلنا قبل كده مسلا واحد بقول أنا فاشل أنا كذا أنا مثلا في لن ده أستاذ واثل مثلا بيقول كلام مثلا كويس أنا مع نفسي بقول كده للتفكير وده يعتبر إيه الحريس مع الزات فسان فلانسيسكو قالت برضو في أبحاث برضو إن ده أكتر حاجة بيبقى سلبي للإنسان علشان كده لازم أرايب أفكاري على طبعا المقولة دي علشان أعرف الأفكار دي راحة فيه وتصرفاتي وأفعالي للأفكار دي ممكن توصل لي لسلوك سيء أو إيجابي فلازم أختار الشكل الإيجابي وعمتا أتكلم عن نفسي على طول أقول أنا كويس وطبعا في الدين حص نظن في النفس وفي الناس بالنسبة للموضوع الدين هو في الأول وفي الآخر اليأس أو الكاسر أو الكانده كله بيبقى بعد عن ربنا تمام صح لأن النفس بطبقى محبرة وما فيش ذكر وإمانه والقلب مش مطمئن ربوزها الرصاصة تقول لك قليب ذكر الله تطمئننا كله بطول ما فيه ذكر قلبك متأمن فمش في حاجة يتخوفك طب من من أستاذ وائل اللي بي تبنى موهبتك أو تبنىها من الصغر أو من اللي اكتشف فيك إنك هتبقى شاعر اللي أول اكتشف فعلها بشاعر الله يرحمه والدي الله يرحمه ما شهد يا الله يرحمه رحمه رحمه طلع عليه أول يعني أكتشف فيها بس مش نمها يعني أكتشف فيها وأنا بقى اللي حاولت إياه أستغل عن موضوع دوت أني صور ده برضو بدي كبير مش بدي صغير نبا موضوع الشاعر ده بده وانا قبل ما اتجوز يعني بقى قبل ما اتجوز في حد في دماغك كدوتك في المجال الشاعر اللي هو بالنسبة للقهده كتير بصراحة يعني الله رحمه الله عليه بلدياتنا كبير طبعا أستاذ مرسى جميل العزيز والأستاذ فاروق جويدة وحاليا أستاذ سيد الكبار طبعا لفاصل استقابة وش شاعر كبير لأستاذ محمود سليمان طبعا طبعا أستاذ محمود الخال ما أقول لحظيك لأخال طبعا ده كدوتنا كلنا وأستاذ نبي المسترحي والأستاذ محمود رمضان أستاذ شبشاوان كتير لبتير بقى كتير جدا هنرجع لك بس نروح للأستاذ حسام ونقول وقت حالتنا بيخلص فعايزين كلمة أخيرة للشباب الجميل ده عشان يفضل ناجح ويفضل وقف على رجله وكده وقف صلب كده على رجله ما يكسلش وما يقولش أنا مش هنجح مهما كنت تستدقني أنت عندك موهبة يعني مهما كنت أنت إنسان شايف نفسك مش عندك موهبة لكن لا ربنا خلق لنا كلنا عندنا مواهب ربنا خلق لنا كلنا فينا عقل وبنفكر ولازم ننجح ولازم نخطط صح ولازم نركز في النجاح صح فأولينا رسالة أخير أستاذ حسام أو بتشعلي كده عشان راجل طبعا حضرتك ألا تشعلي القدر الكد تكتسب المعالي من طلب العلا صهر اللي ده شعلي الإمام الشافع أنا عايز أقول حاجة طبعا الإنسان لازم يتحب ويشتغل ويشتغل على نفسه كتير جدا ما يبصش لغيره ولما يجي له نقض من الخارج يعرف أنه ده نقض بناء يعني أنا واحدة أنتقيدني مثلا ممكن النقض ممكن يكون النقض دوت بينقض عشان خاطر أنا أتعلم وممكن يكون بينقض عشان خاطر أن أنا إيه مش عايزني أكمل مسيرتي أنا أعمل للنفس فلتر وهو بينتقد حسام سواء كده أو كده أنا مدخلتش إيه جوه قلبه بس أنا هاخده النقض ده أنه نقض بناء أخده منه مش كأنه رصاصة لأ أخده منه كأنه وردة بنشكرك يا سيد حسام بنشكرك بنشكرك كان معينا من وردنا النهاردة أستاذ حسام الدين عويس خبير المركز العرب الأكاديمية الكندية بنشكرك بنشكرك أستاذ واقل الغمري شاعر وأديب كان من وردنا طبعا بنشكرك مع ذا المشاهدين وبنتمنى تكونوا حلقتنا فدتكم وبنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة بلأستاذ حسام أستاذ واقل وبنتمنى أنكم تشوفونا في حلقات تانية ونور الحياة ونتظرونا في سبع تانية ونور الحياة وإلى اللقاء نور قاسم شكرا